موسيقى أعزنا الطلبة والطالبات أهلا وسهلا بكم في حلقة المراجعة النهائية بمادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للشهادة القلب يلا بسرعة حضر الورقة والألم عشان عندنا كمية أسئلة كتير عايزين نخلصها في الحلقة وما تنساش أهم حاجة اقرأ السؤال مرة واثنين وتلاتة وهو عا تتصرع في الإجابة وهو عا تمشي قبل الوقت ما يخلص يلا بسرعة نشوف أسئلة الحلقة موسيقى وتعالوا بينا كده يا شباب نتعرض لنوع جديد من الأسئلة وهو برضو من أسئلة المتوقعة في الامتحان بيقولي فيها أسكر المصطلح العلمي للعبارات التالية طب تعالوا كده نشوف يا طرق أول عباراتين فيها إيه خلي بالك بقى بيقولي هو مديني كده زي تعريف وأنا عايزني أقول إيه المسمى بتاعه فبيقولي هو الوصول خلي بالك إلى هدف محدد أو ناتج مطلوب من خلال خطوات وأنشطة بس خلي بالك متتابعة ومعطيات محددة آه طب يا طرق إيه هو الهدف أو نقدر نقول الطريقة اللي كنا بنستخدمها عشان نوصل لهدف محدد خلي بالك أو ناتج من خلال إيه مجموعة خطوات متتابعة وخلي بالك من كلمة معطيات أيوة برافو ده إسلوب حل المشكلة أو اللي كنا بنسميه برافو فعلا إيه البروبلم صلوب طب تعالوا نتنين لنقطة تانية قال لي هو وحدة البناء الأساسية خلي بالكو في لغات البرمجة كائنية التوجه آه طب يا طرق إيه بقى تعريفه مين بقى بيجاوب معايا فعلا برافو هو الكائن أوبجيكت وخلي بالكو دايما كنا بنقول إن عندنا الكائن أو الأوبجيكت خلي بالك كم بيتم استخلاصه أو إنشاؤه أو استنسخه منين برافو كان عندي الايه برافو اللي هي الفصيلة أو اللي كنا بنسميه إيه برافو الكلاس أو عطين سادي كويس طب تعالوا كده نتنين نقطة تانية بيقول لي فيها اللغة الوحيدة التي يفهمها وينفزها الكمبيوتر آه طب يطر دي اللغة إيه كانت اللغة الإنجليزية مثلا مين بيجاوب معايا برافو فعلا كانت اسمها اللغة الآلة أو الماشين لانجوش طب تعالوا كده نشوف النقطة التانية بيقول لي فيها هي إيه هي عبارة عن مجموعة من الأوامر خلي بالك والتعليمات تكتب وفقا لقواعد معينة ويتم ترجمتها إلى لغة الآلة بقى مين شطر وكان مركز معايا في السؤال اللي قابله ممتاز اللي بيجاوب معايا هي فعلا يا شاب اللي كنا بنسميه لغة البرمجة أو البروجرامنج لانجوش طب تعالوا نتنين لنقطة تانية اللي يوضع عليه خلي بالك أو توضع عليها أدوات التحكم المختلفة ويصمم ليكون وجهة البرنامج ويتعامل معه المستخدم آه ها مين بقى بيجاوب مين فعلا هي كنا بنسميها النموذج أو الفورم وخلي بالكو برضو من نقطة مهمة إن إحنا عندنا كان أول عنصر أو أول أداة التحكم بيتم إنشاءها طلقائيا يعني بدون من المستخدم يروح يخترى كانت هي مين فعلا النموذج وكانت دايما بتبقى باسم إيه ديفولت اللي هو برافو الفورم وان ممتازين يا شباب طب تعالوا كده ناخد سؤال تاني اللي فيه هو مصطلح يشير إلى بيئة التطوير المتكاملة سمع حد قال لي برافو يا مستر دي اللي كنا بنسميها إيه أيوة مصطلح الـ IDE اللي هي الـ Integrated Development Environment أو بيئة التطوير المتكاملة ودي هي شاب اللي هي كانت الوجهة اللي احنا بنستخدمها مع برنامج الـ Visual Studio اللي طب المخطط الذي يتم إنشاء الكائنات منه ويحتوي على الخصائص خلي بالك اللي هي الـ Properties والوسائل أو عتنسي اللي هي الماسودز بتاعتي والأحداث اللي هي الـ Events التي يأخذها الكائن المنشأ منه آه كائن بينشأ من إيه برافو فعلا كان عندي حاجة اللي هي اسمها التصنيف أو اللي كنا بنقول عليها برافو الفصيلة أو L Class طب تعالون اثنين لنقطة تانية اللي من مكونات بيئة التطوير المتكاملة برافو اللي هي الـ IDE سامح حد بيقول ويحتوي على خصائص أدوات التحكم أيوة فعلا سامح حد قال ديها شباب اللي كانت بنسميها إيه صندوق الخصائص أو الـ Properties طب اللي هي سلوك وأفعال الكائن أو اللي بنسميها الـ Object دايما لما يقول لك هي سلوك وأفعال يبقى برافو احنا كنا بنسميها يا شاب الوسائل أو اللي بنسميها المسد تعدي طب تعالى كده اللي تظهر قيمة الخاصية نقط ده بيقول لي أكمل الفراغات كنص في شريط العنوان لنافزة النموذج آه يا طرى الخاصية اللي كانت بتظهر في شريط العنوان للـ Form mean برافو هي خاصية التكس أو اللي هي كنا بنسميها إيه النص الظاهر للمستوي طب تعالى كده نتنقل لنقطة تانية قال لي فيها لضبط خاصية لون الخلفية للموذج اللي هي الفورم وقال لي اختر القيمة Dark Sea Green واحد ممكن يتخضي من اسم اللون لا لون عادي طيب للخاصية إيه هو بيسألني هنا عن اسم الخاصية أيوة فعلا هي كانت خاصية اللي هي الباك كالر طب تعالوا كده نتنقل لنوعية تانية من أسئلة اللي هي ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات التالية ودايما يا شباب ما تتسرعوش في إيجادة الأسئلة وقروا رأس السؤال كويس لا ربما ممكن يطلب مننا مع تصحيح الايه العبارات الخطأ طب تعالوا كده نشوف أول نقطة بيقول في ايه قال لي خلي بالك في خرائط التضفق تستخدم أشكال وخطوط لتمثيل خلي بالك خطوات حل المشكلة فكر كده معي يا طرحنا في خرائط التضفق أو الفلوت شارت لما كنا بنيجي نرسمها بأيدينا كده بالورقة والقلم والمصطرة قوعة تنسى لو جات لك في الامتحال كنا مش بنستخدم برضو مجموعة من الأشكال زي إيه زي شكل الترميل صح زي شكل متوازي الأضلاء أو البراليلو جرام وكمان قوعة تنسى إن كان فيه عن نخطوط الاتجاه أو اللي كنا بنسميها لإيه برافو الفلولاينز يبقى فعلا إذن العبارة دي عبارة إيه عبارة صحيحة طب تعالوا كده نتنين نقطة تانية بيقول فيها يمكننا استخدام أي شكل خلي بالك من الحية دي أي شكل هنبسي لتمثيل خطوات الحل عند رسم خريط التضفق طبعا يا شباب أكيد كلكم بتقولوا معي أن العبارة خاطئة ليه؟ لأن قلنا اللي بيميز عندي خراءة التضفق أو الفلوت شارت إنها بتتعامل مع يعني إيه كلمة ستاندر؟ يعني رموز قياسية يعني لو جبت طالب في اليابان زي طالب في السودان زي طالب في مصر بيذاكر نفس الجزئية وبيعمل فلوت شارت هيستخدم نفس الإيه الرموز فهي موحدة دولية فهو هنا في السودان بقول لنا باستخدام أي شكل طبعا إنها عبارة دي عبارة إيه خاطئة وغير صحية طب تعالوا كده نتنين لنقطة تانية نشوف بيقول فيها إيه؟ قال لي خراءة التضفق ترسم باستخدام برامج كمبيوتر فقط إيه ده؟ برامج كمبيوتر فقط ولا يمكن رسمها على الورا يعني معنى السؤال ده ستك إن في الامتحان لو جاء لك الفلوت شارت وجات لك في السؤال يبقى كده ما ينفعش جاوب السؤال طبعا العبارة خاطئة لإن في الأساس هي كانت بترسم بالورا بالورا أو الألم يعني وبعدين بدأ الناس يطوروها ويعملوا منها برامج سوفت وير تقدر تعملها جاهزة وتسهل على إيه؟ على المبارميين إنهم يحللوا البرامج يبقى بالتالي العبارة دي هتكون عبارة فعلا إيه؟ عبارة خاطئة سامعكم وأنتم بالجاب طب تعالى كده نشوف نقطة تانية قال لي رمز ومن الواضح كده اللي هو شكل الأوفل أو البيضاوي يستخدم للتعبير عن البداية أو النهاية اللي هي كنا بنسميها التيرميل طبعا يا شاب العبارة دي عبارة سليمة جدا جدا وخلي بالك إن دايما مش هفكرك إن رمز التيرميل كان بيستخدم لبداية البرنامج وإيه؟ ونهاية البرنامج وكان عندي فيه رمز تاني اللي هو خلي بالك متوازي الأضلع ده كنا برضو بنستخدمه مع مين؟ برافو مع حالة الإدخال اللي هي الانبط وفي نفس الوقت حالة الإخراج اللي هي كانت إيه؟ القود بنفس بإيه؟ الشكل يبقى العبارة إزان عبارة صحية خلي بالكوا السؤال ده بيحير الناس كتير قال لك تضفق الخطوات طبعا في خريط التضفق يقصد دائما من أعلى إلى أسفل أو من اليسار إلى اليمين من فضلك بقى ركز معي في الحيط تاني لأن معظم الناس بتيجي تتلغبط في السؤال ده طيب هو بيقول لك هنا أن تضفق الخطوات بتاع الفلوت شارت طب ما أنا عارف أن الفلوت شارت كان بتبدأ من فوق لتحت ماشي هو بيقول لك أنه دائما بيكون من فوق لتحت أو خلي بالكوا من يسار إلى اليمين طيب ماشي أنا هافترض معاك أن لو الكلام ده صحيح طب لو أنا جيت لعندي خلي بالكوا للحالة بتاعت الديساشن طب الديساشن ده كان ساعات بيبقى عندي فيه احتمالين اللي هي إما ياسي إما نو أو ترو أو الفولس طب مستعاد كده لما كنا بنيجي نعمل كاونتر وبيزيد فاكرينتو الإنكريمنت أو الزيادة باي وان طب ما أنا كنت برجع تاني أعمل خطوة الزيادة وارجع أقول له جوتو ستيب مثلا فوق الله طب ما أنت معنى كده لنك رجع يبقى اتجاه السهم أو الإيرو اتغير بقى منين بقى من أسفل لأعلى يبقى معنى كده إن كلمة دائما دي خطأ طب خلي باله ومن اليسار إلى اليمين طب ما أنا ممكن يكون اتجاه السهم بتاقي من اليمين إلى اليسار طب أمال إم طالع برد يكون سليمة عشان في بعض الناس بيبعتوا لنا في السؤال ده كتير لو كان قال لي يفضل ممكن أو الشكل المثالي اللي نقدر نفزه خلي بالك على قد مقدر لكن ما هوش إيه خلي بالك إلزامي هنا كلمة دائما بتعني إلزام أو ساعات بيجيبها لطلبة اللغات ويقول لهم Always يعني دائما لا كلمة Always دي غلط أو دائما غلط إمتى أقول له صح لو كان بقوله يفضل يعني إيه عشان يبقى الشكل كده مهندل أو منظم إنها ممكن تبقى من فوق لتاعة لكن قدر وإنت بترسم في الورق روح تعمل السهم من اليسار أو من اليمين إلى اليسار هل يعتبر غلط؟ لا يبقى خلي بالكم من السؤال ده كلمة دائما عشان السؤال ده بيتكرر كتير في الليمتاع كلمة دائما هنا دي تعني إن العبارة إيه عبارة خاطئة ممتازين يا شباب طب تعالك كده نتنقل خلي بالك لنقطة ينشف بيقول فيها إيه اليستخدم الشكل اللي هو كنا بنسميه شكل الرومبس أو شكل المعين في حال السؤال له أكثر من مديد طبعا لإن الشكل ده كان بعبر عن القرار أو الدشاشة فبالتالي بيبقى عندي فعلا أكثر من إيه من بديل واحد والعبارة هنا صحية طب تعالوا كنا نتنقل لنقطة تانية قال لي فيها يجب أن يخرج من الشكل اللي هو المعين خلي بالك برضه خطين اتجاه على الآل طب ما تفكر فيها كده طب ما هو هنا فعلا لازم يخرج منه خطين ينفع يخرج منه خط واحد؟ استحالة طب لو أنا ما عنديش هنا خلي بالك الخطين طب ما أنا يعتبر كإنه خط واحد يبقى عملت الرومبس ليه ما أنا عايزك تشغل دماغك في الامتحان يبقى فعلا هنا العبارة إيه؟ عبارة سليمة لأنه لازم يطلع منه إيه؟ برافو خطين طب لو قال لي ثلاثة لأ العبارة دي خاطئة هو لازم يطلع منه خطين على الإيه؟ على الآل طب تعالوا كده نتنقل لسؤال تانية على جزئية خرائط التضفك أو الفلوت شارت وتعالوا كده نشوف بيقول في إيه؟ قال لي اكمل خريطة التضفك التالية يعني هو ممكن يدي لك في الامتحان خلي بالك الفلوت شارت أو الخريطة وانت تكمل فيه طيب يا طرى الفلوت شارت دي بتاعت إيه يا مستر؟ قال لي التي تعبر عن خطة استسكار مواد دراسية طيب تعتمد على التوقيت وخلي بالك من فضلك قال لي أن التوقيت أو الطين ده هو الدليل حرف تي طب ممتاز أو قال لي بحيث يتم طباعة الآتي طب يا طرى عايز يبقى عليه قال لي تي خلي بالك لو تي أو بيعبع لعبارة إنجليش لو تي إيكوال سيكس يعني لو تي دي كان بتساوي ستة يبقى هيبقى لإنجليش طيب أو كمبيولر خلي بالك إذا كانت تي إيكوال سيفن أو ماس إذا كانت تي إيكوال إيت أو تمانية آه واحد منك يا شاب ممكن يقول لي السؤال ده صعب وطريقته غريبة طب ما تيجوا نفكر كده إيه فيه مع بعض أول خطوة كنا دايما بنعرف إيه إيه المشكلة طب تعالوا كده نبص لو إحنا عايزين نبتدي إيه على خريطة تضفق نحله إزاي طبعا واضح من السؤال هنا أو من الشاشة اللي قدامنا إنه هو مديلك زي ما قلنا الفلوت شارت أو خريطة تضفق وعايزك إنت تكمل طيب تعالوا نعرف المشكلة كده إحنا عايزين برنامج خلي بالك بيعملي بيضع لي إما مادة الإنجليش أو الكمبيوتر أو الماس لو كان عندي فيه عدة قيم للتي طيب أول حاجة طبيعي إن البرنامج هيبدأ ستارت طب ويا طرى بعد اللي ستارت هيعمل إيه طب ما هو منتظر خلي بالك هنا بقى لو إنت ركست معايا ها بعد ما هيبدأ إنه يقرأ قيمة التي صح مش هو قال لك إن بناء على قيمة التي دي هيتحدد معايا اسم المادة اللي هيتكتب يبقى أنا محتاج هنا إيه برافو إن في البرنامج اللي كان موجود هقول له ريد التي طب ممتاز أوه طب هو خد مني قيمة التي طب والله هيعمل إيه هيروح بقى يتست طب ما تيكون يمسك أول احتمال إنه هو قال لي في السؤال لو كانت ستة يديني إنجليش يبقى معنا كده إنه هحط اللي ايه الرومبس أو المعين واجهو قل له إيه هل والله إنه عند شرط التي إكوال سيكس والله ما هي ممكن تطلع صح يا تطلع غلط طب لو طلعت اللي هي صح يعني ترو يبقى هاجه أقول له برينت انجليش خلي بالك يعني يعني ايه يعني أنا كده من البداية أول شرط اختبرته إنها بتساوي ستة طلع صح انجليش طب خلاص طبعا لانجليش هيعمل حاجة لأ انت طب قدر ما كانش الشرط هنا ترو يعني أنا جيت باسأل آه باي لكي كده بالحظ خلي بالك التي إكوال ستة طلعت فولس آه في الحالة دي آه طب ما أقول له بس استنى ما أنا عندي لسه في مادتين ايه تانين ايه المادتين دول اللي هما عندي مادة الناس اللي هما رياضة وعندي مادة الكمبيوتر طب ما تيجي نسأله هل التي إكوال سيفن طيب لو التي إكوال سيفن آه يبقى معنا كده إن انت في الحالة دي لو تروح هتروح فعلا هو مبديني في السؤال انه بابع كلمة ايه الكمبيوتر طيب خلي بالك ده امتى لو كانت طب بعدها البرنامج هيقف طب اقدر هنا في الحالة دي اه ان تي ما طلعتش بتساوي وخلي بالك اياه في الخطوة اللي قابليها ما كانتش بتساوي اروح بقى اعمل خلي بالك عشان فيه خطأ هنا معظم من زميلنا بيعملوه يقول لك طب ما روح اعمل جديد او شكل معا جديد لا هنا بقى انا استنتجت ايه خلاف زالك بقى ما هو ما طلعش اللي بيساوي ستة ولا سبعة يبقى ايه ازا هو مين اللي هو الرقم التاني اللي هيبع لعبارة مين ايوة برافو ماس خلي بالك وفي الحالة دي هو سلطين الان ملحوظة صغيرة يا شباب برضو ان ممكن في بعض الاحيان ان انا استخدم رمز مسلا زي الترمينال بتاع الان مرتين في الايه في السؤال ده مش غلط خلي بالك ليه عشان ايأسر على نفسي الرسم وابقاش فيه خطوط مددخلة او افقد الدرجة. طب تعالوا كده نتنقل لجزئية جديدة برضو من الاسئلة المستحدثة في الامتحانات حديثا وبيقول لي فيها اكتب ما تدل عليه الارقام التالية. طب واضح كده ان هو جايب لبرينت سكرين ايوة من حاجة كده ها مين بيفكر معي وبيجاوب برافو اللي هي شاشة الكود او الكود ويندو وجايب لي بعض الايكونز وفيه عندي زي ارقام وايروس كده اسهم بتشاور عليها وهو عايز يعرف الارقام دي بتشاور عليها. طب تعالوا كده ببص للشاشة كويس برافو طب تعالوا بقى نبتدي كده نعرف يا ترى رقم واحد دي كانت ايه? ايوة فعلا رقم واحد دي اللي هي كانت اسم الملف اسم الملف مين? اللي هو الذي سيخزن به الكود او الاوامر ايه? والتعليمات. وعلى سبيل المثال ان هو هنا كان بسميه الفورم وات. مي بي انا اعمل بروجكت واسميه مسلا البرامج التعليمية. يبقى ساعتها هنا ده هيكون اسم الايه? البروجكت او اسم الملف. طب تعالوا نشوف يا ترى? اتنين بتشاور على ايه? قال لي اتنين بتشاور على اسم الملف بس خلي بالك اللي هي تخزن بايه? براض وجهة النموذج او اللي هي الفورم. يعني التابة اللي نشطة دلوقتي هي ايه? التابة بتاعة الفورم وان. اللي هي شاشة الكود. لكن لو انا روحت دست على التابة اللي جنبها او مكتوب ديزاين. يعني ده المكان اللي موجود فيه او متخزن في ايه? الشكل بتاع الديزاين بتاع مين? بتاع الفورم وان ممتازين يا شباب. طب يا ترى كانت رقم تلاتة بتشاول على ايه? قال لك من تلاتة بعمل الاعلان خلي بالك هنا اه عن خلي بالك الكلاس ده اللي هو كان البرنامج وعلى سبيل المثال انا كنت عامل اسم هنا فورم وان. خلي بالكم من حتة مهمة اوي. ان انا هنا انا معرف اسم الكلاس اصلا فورم وان. فخلي بالكم ده اعلان عن تصنيف او اللي كنا بنسميها ايه? برافو كلاس فورم وان. طب تعال كده نشوف اربعة قال لك اربعة دي المنطقة اللي هي ما بين السطرين اللي هي او الكلاس العامة يعني يعني متشافة لكل الابجيكس التانية وعند المسافة اللي ما بينهم خلي بالك دي اللي كنا بنكتب فيها الكود ايوة بتعمين بتاع الفورم او الكلاس اللي اسمها فورم وان. طب تعال كده نشوف خمسة قال لي ايه خمسة اللي هي كلمة الاند كلاس اه والاند كلاس دي اللي هي سطر نهاية مين التصنيف العام اللي هو كان اسم ايه برافو الفورم وان اللي كنا بنسميها الكلاس بس باسم ايه فورم وان ممتازين يا شمال. طب تعال كده ناخد سؤال تاني من الاسئلة بيقول لي فيه اختر الاجابة الصحيحة. تعال كده نبص على الاسئلة. قال لي اللي معرفة او تحديد لون خلفية الاداة تحديدا هو من دي لك الكنترول اللي اسمه بطن تستخدم الخاصية ايه? ها? تعالوا نشوف الاخترات وما نتصرعش. قال لي الامج ولا عند الامج ولا عند الامج ها لون الخلفية. ايوة سمحات ممتاز من البنات اللي دي خاصية الامج ممتازين. طب تعالوا كده نتنين لنقطة تانية. قال لي فيها هي اداة نقطة تستخدم لعرض كتابة لا يمكن لمشغل البرنامج ان يغيرها. اه طب يا طرق ايه الكتابة او الاداة اللي يكتب فيها المستخدم? خلي بالك. واسناء تشغيل البرنامج اليوزر ما يعدلش فيها. هل هي صندوق النص او التكست بوكس? ولا صندوق الادوات اللي هو التول بوكس? خلي بالكوا نمأ ممكن يعتمد على التشابه في النقط. ولا اللي هي كنا بنسميها اداة تحكم العنوان ليبل. فعلا ممتازة اللي جاوبت هي كانت الليبل او اداة تحكم العنوان. ودي الهدف منها ان انا كنت ايصار رسالة للمستخدم زي ما يكون عندي مسلا حقلين. زي حقل مسلا ادخل الاسم وكلمة السير. طب عشان اليوزر يقدر يميز ما بين كل حقل والتاني في الوظيفة. فقدت بكتبله ايه? ايوا برافو عنوان? العنوان ده هو يقرأه. ولكن ما يقدرش يعدل فيه اسناء ايه? تشغيل البرنامج. لكن مين ممكن يعدله? ايوا برافو عليك اللي هو المبرمج او ايه? المصاب. طب. تعال كده نشوف سؤال تاني. قال لي كود بي تي ان اد دوت فيزبل اكوال ترو. طيب انا في بعض الشباب منكم خلي بالكم برضو بيجي في الحتة دي ويقعد يمسك الكود ويبتدي يقول لي ايه بي تي ان اد دي انا مش فهمها. طب ما تركز معي في القاعدة اللي قلتها له. ارجع كده للسؤال. قال لي ايه? قال لي بي تي ان اد دوت فيزبل اكوال ترو. واضح ان ده سطر الكود بالفيب دوتنات. طب ما انت تعالى طبق كده عليها القاعدة. ادي اللي هو 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 اسمه كده. ممكن يقول لك ايهاب. ممكن يقول لك محمد. دوت فيزبل من خاصية الازهار والاخفاء. طب هتعمل ايه? يعني انا بنشط ظهور العنصر. طب هو بيقول لك يتم استخدامها بغرض ايه? اه هل اختفاء الاداء او اخفاءها? ولا ازهار الاداء? ولا خلاف ذلك? طب ما تفكر ده هو بيقول لي من خاصية يبقى فعلا كاني بقول له ايه? ده انا بفعل او بعمل ازهار ايه? للاداء اللي هي كانت اسمها ايا كان نوع بي تي ان ايه اد. طب تعال كده في النقطة دي بيقول لك الاجراء الذي يتم استدعاه. خلي بالك الاجراء اللي هو البروسيجر الذي يتم استدعاه عند وقوع حدث او بقى في السؤال ده عشان مهم ما اقول. طب تعال نقرأ الاختيارات. هل هي المسد? ولا هل هي الايفينت هاندلر? ولا هل هي الايفينت? اه اللي هيفكر معايا فعلا يشبه يمين الايفينت هاندلل ليه? لان المسدس هي الكايفية بتاعته اللي بتتم. طب امال الايفينت على سبيل المسال تعال كده ادي لك مسال. لو انا جيت قلت لك في برنامج زي الاوفيس انا عايز اعمل بتاع البرينت. طيب خلي بالك. كون ان انا اروح ادي على اوبشن من المانيو برينت الكليكة دي ما هو ده الايفين. طيب. امال خلي بالك بقى هنا ركز معايا. الكايفية اللي تمت بيها مخطبة الطبعة. يعني ملفات الويندوز اللي احنا نشاطناها. وانه ها وزي ما نقول كده الكايفية اللي تمت بيها التنسيق مع الطبعة والويندوز عشان يعمل ارسال للداتا. دي بنسميها المسال او الطريقة. طب هما اللي اتنين على بعض. ده اللي بنسميه يعني زي الاجراء كامل على بعضه. خلي بالك. يبقى هنا فعلا هنلاقي ان الاجابة الصحيحة هي الاختيار التاني اللي هو كنا بنسميه ايه? برافو او مناسك الحدث. طب تعالوا كده نشوف نقطة تانية بيقول لي فيها خلي بالك انه في بيئة التطوير المتكاملة خلاص بقى اللي احنا عرفناها اللي هي الاي دي او الانتجريات الديفيلوبمنت اندايومان قال لك يمكن اضافة طيب او اللي كنا بنسميه بالعربي صندوق القائم من خلال صندوق تعالوا نشوف الاختيارات قال لي تيكست بوكس ولا تول بوكس ولا تول اندرسكور بوكس. اه. قد يبل اللي مش مذاكر كويس ان الاجابة هنا غريبة قوي. ليه? لان هو معتمد هنا على تشابه المنطوق النطق بتاع الكلمة او الاجابة وفي نفس الوقت الحروف. طب ما تيجي نمسك. هو دلوقت انا عايز ادخل ايه? كنترول اسمه ليست بوكس. اللي هو صندوق القائم. طب انا مسك اول اختيار التكست بوكس. هو انا كنت بجيب اللي هو كنترول او اداة خلي بالك تحكم. ها? في البرنامج بتاعي. من اداة تحكم تانية اسمها تيكست بوكس. طب هما الاتنين من نفس الدرجة. ازاي? يبقى ايزا اول اختيار ده ايه? اختيار خاطئ. طب تعالك كده نجع تاني. قالك طب التول بوكس. التول بوكس ده اللي هو صندوق الادوات. اللي هو كان المكون الرابع في مكونات الاي دي. ده ممكن في احتمال. بس ما اصرعت. لكن تول اندرسكور بوكس. تول اندرسكور بوكس دي عمري ما خدتها قبل كده. اه يبقى ايزا يا شاب هو اللي اختيار ايه? اللي اختيار التاني اللي هو صندوق الايه? الادوات اللي هو اسمه ايه? برافو عليك كان تول بوكس. طب تعالوا النقطة تانية اللي نقط يعرض بها او به قائمة بملفات ومجلدات المشروع. اللي هو البروجيك. طب نشوف. قال لي هي نافذة الخصائص? ولا معاش عارف الاجابة? ولا تيكست بوكس? اه اه. سمع واحد قال لي طب ما تيجي نمسك كده الاخير تيكست بوكس ده ده تيكست بوكس عبارة عن صندوق ادخال. هيعرض لي ازاي ملفات البروجيك? ما ينفعش. واحد تاني قال لي دي كانت نافذة الخصائص يا مستر. اللي لما كنت مثلا عايز لغاية لون الخلفية للفورن بروح اختارها منها. يبقى ازاي هتحتوي على مجلدات المشروع ما تنفعش. يبقى ازا من اللي يصلح? اللي هي السليوشن اكسبلورا. او اللي كنا بنسميها نافذة مستعرض ايه? الحل. خلي بالك اللي هي العبارة التانية عبارة ايه? صحيح. طب تعال لك كده نتنين لنوع تاني. من الاسئلة بيقول لي فيه خلي بالك. اسكر المصطلح العلمي. تعالي نشوف كده اول نقطة بيقول لي فيه ايه? قال لي تحدد مصادر او مصدر العناصر المقترحة لعملية الاكمال التلقائي. اه. لعملية الاكمال التلقائي من يا ترى مين بقى مزاكر ومركز? ايوة سامع واحدة الوقت قلت لي مستر مستر دا للكامبوكس قلت لها ممتازة وان شاء الله عشرة من عشرة في الامتحان. طب يلا بقى جاوبة معايا. هي خاصية ايه? ايوة برافو ممتازة جدا. هي اللي كانت بتحدد مصدر العناصر المقترحة اللي هو بيعمل بيها ايه? زي كده او بيخمنها على سبيل المسال انت في جوجل لما بتيجي تعمل بتكتب الحروف بتلاقيه هو عمال بيقترح ايه? ايوة شوية كلمات. فدي كنا بنسميها ايه? الاوتو كومبليت ايه? سورس. اتخلي بالك. انا كان عندي سؤال تاني بيقول فيه. هي مجموعة العناصر التي تعرض داخل اداة التحكم. مين فيهم? او العناصر اللي بتتحط جوه الليستة او القايمة او اللي بنسميه الصندوق المتسادم مين? برافو كان اسمها الخاصية ايتمز ممتاز 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 اللي جاوب معايا. طب تعال اتنين لنقطة تانية. اللي فيها خلي بالك النص الظاهرة على اداة خلي بالك شوف نص وظاهرة على اداة اختيار بديل واحد وهو قال لك كده هي ده كان بيسمى ايه? برافو كان فيها عن خاصية التكسل. وهو عتنسى في حاجة تخلي بالك. ان انا كان في عندي خاصية تانية بس كنا بنستخدمها فقط في شاشة الكون. اللي هي كانت الخاصية نيمة. وهو عتنسى اني ممكن يجي يسألك في الامتحان وجدت في امتحانات سنوات سابقة ان بيقولك انه او الوضع الافتراضي لما بتنشئ كنترول او بنسميه اداة تحكم بيبقى خلي بالك من الحتة دي كويس قوي. ان بيبقى عندي خاصية التكست وخاصية النام ليهم نفس الاس ايه ديني مثال? انا دلوقت روحت جبت بطن اللي هو المفتاح اللي بدوس عليك لك. طيب لما اجا حطه لسه انا ما عملتش اي حاجة في البرنامج هلاقي ان خاصية التكست النص الخارجي الزهر هو باسم خلي بالك. طب والنام اللي هو الاسم البرمجي اللي بستخدمه في شاشة الكوت برضو هلاقيه بطن طبعا انا ممكن اقدر اغير ده وغير ده خلي بالك او لو عايز اسيبه ولكن خلي بالك ان هما بيبقوا في اول او بنقدر نقول عند الانشاء بيبقى ليهم نفس الاسم دي عبارة صحيحة طيب. تعال كده نتنين لسؤال تاني او نقطة تانية نشوف بيقول فيها ايه? اللي هي تحدد نوع وحجم وشكل النص الظاهر على الاداة فعلا نوع وحجم وشكل ونص يبقى مين برافو اللي هي الخاصية فونت او اللي هي ايه? ايوة شكل الخط او الكتابة. قال لي تحدد خلي بالك النص الذي على اساسه تقترح جزء من عناصر صندوق التحرير والسن. ايوة اللي هو كان الذي يتوافق معه. ها اه سمح حد قال لي لأ دي بقى بنسميها لايه? برافو كانت خاصية لايه? ممتازين يا شاب اللي هي خاصية قال لي الخاصية التي تحدد بسؤال جديد حدود او شكل الاطار لاداة العنوان ها يا ترى كانت ايه? فعلا برافو كانت خاصية اسمها البوردر اسطايل او عتنسى دي اللي كانت بتعمل ايه? بتحدد شكل الاطار الايه? لاداة العنوان. خلي بالك. وبكده يمكن اعزقنا الطلبة والطلبات نكون وصلنا لاختام حلقتنا او حلقة المراجعة النهية. اخر نصيحة بنوجهها لكم. من فضلك ما تسرعش في الاجابة. حاول بقدر الامكان انك تخلي ورقتك منظمة. ان شاء الله ان الامتحان بتاعكو بيبقى في نفس الاسئلة. خلي بالك امتحان او الزمن بتاع امتحان الكمبيوتر بيبقى المدة ساعة. فمن فضلك خلي الاسئلة الصعبة دايما تبقى في الاخر. ولو انت عندك اجابة شاكك فيها. ممكن بالذات يمكن في الجزئية بتاعت الفلوتشارت. ممكن اكتبها بالرصاص بس اوعى تنسى. في الاخر خالص بعد ما تأكد من اجابة. ابتدي اعيد عليها بالجاف. اسئلة الصواب والخطأ من فضلك ما ينفعش ان انت تعمل فيها صح وغلط مع بعض. لان كتير للاسف فيه طلرة. بيقولك لا اما انا اجرب اكتب اللي ايبتين عشان يبقى انت واحدة فيهم تتحسيب لي. طبعا السؤال بالكامل اللي راقته بتروح. نفس الكلام لاسئلة اللي اختيار من متعدد. هو بيقولك فقط خلي بالك اختر اجابة واحدة. الا وبرده مهم انك تقلل رأس السؤال. لو قالك الاجابات الصحيحة ممكن يكون فيه اكتر من اجابة. ساعتها هنا يبقى فيه مبرر ان انت تختار اكتر من اجابة. اهم حاجة زي ما قلت له. ما تسترعش. اقعد الوقت كامل. خلصت. راجع مرة واتنين وتلاتة. ابدأ باسهل الاسئلة. نام بدري خلي بالا. وما ترجعش حاجة تاني خلاص. اهم حاجة المعلومات انت ذكرت. عملت عليك طول السنة. شفت الحلقات بتاعتنا. وان شاء الله يا رب بتجيبه اعلى الدرجات. وإلى ان نلقاكم في الترمي الثاني. الى اللقاء. دمتم في رعاية الله. واحد الله. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.